مرحباً للجميع ويعطيكم ألف عاشية من تابع اليوم معاكم بدرس الأفورلودينج بالجافا وصلنا للأمثلة التالية عندي بالتمرين هاد طريقتين الطريقة بتاخد وسطين عددين انتجر وطريقة تانية بتاخد وسطين وعددين لونج وكل واحدة بتطبع رسالة مفادها يعني انه هاي الرسالة هاي المسود عفواً هاي المسود يلي ذات الوسيط الانتجر وهاي المسود ذات الوسيط اللونج ورحت ناديت الطريقة ومرأت واحد وثلاثة هلا هذا المثال الغاي منه تعرف انه وقت اللي بيكون عندك طريقتين تأخذ نفس عدد الوسطة ونفس النمط ولكن بمجالات مختلفية احنا بنعرف انه الانتجر تمثل العداد الصحيحة واللونج ايضا تمثل العداد الصحيحة ولكن الانتجر حجمه اربع بايت واللونج حجمه ثماني بايت فبهيك حالي بهيك حالي مين رح تتنادى يعني انا بعدت له واحد ثلاثة يصح انه تمرو على اللونج ويصح انه تمرو على الانتجر كاتب لك بالتعليقات رح يتم منادات الانتجر والسبب في ذلك انه دائما وقت يلي بيكون في اوورلودنج وبصحلو يمرو الوسطة لطريقتين يعني والطريقتين تسمح بتمرير هاي الوسطة مثل بحالتنا هون انه انتجر ولونج بمرو للعدد ذات الشو منسميه السعة الاقل وبالسلايد اللي بعده وبالسلايد اللي بعده موضح انا كيف ترتيب الانماط بحيس اذا صح حلو للمترجم يمرو مثل على طريقتين كيف بيفاضل بيناتهم وكيف بيختار بيناتهم التمرين اللي بعده عامل سويتش بين المتحولات يعني عندي طريقة بتاخد انتجر ولونج وعند الطريقة التانية بتاخد لونج وانتجر وهون يكاتب انه تتنادى المثل الاولى وهون تتنادى المثل الثاني ورح اتمرأت عشرين بعشرين هون يكاتب لك رح اصير غموط لانه انا هون بحالتي اذا بدي طبق القاعد الموجودة هون فيني يحول اللونج لانتجر كونه بيتم استيعاب الانتجر اكثر من اللونج كقابلية وليس كحجم يعني وهون لونج وانتجر فيها تتحول اللونج لانتجر بسبب القاعد اللي حكينا عنا منه شوي ولكن التنتين يصح ذلك لهيك هون المترجم بيرميلك خطأ قواعدة انه انت صار عندك هون غموض ما فيك بقى ما فيني انا بقى ميز لك بين اي طريقة على اي طريقة تانية الجدول او المخطط يلي موجود هون بيوضح لك كيف ضمنيا ضمنيا بتم التمرير الوسطة على الانماط اصغر نمط البيت اللي هو يحجمه واحد بايت بيجيك الشورت بيمثل اعداد صحيحة ولكن باتنين بايت بيجيك انتجر بيمثل اعداد صحيحة بتماني باربع بايت بيجيك تشار بيمثل المحرف باتنين بايت عندك الفلوت بتم تمثيله باربع بايت وعندك لونج بتم تمريقه للفلوت ان وجد وبيتم تمريقه للدبل ان وجد ونفس الحديث الانتجر بتم تمرير للفلوت والدبل واللونج ان وجد يعني عمليا بيبلش من هون بيدور على الانماط بس يلاقي طريقة بتاخد هاي الانماط في حال تعدد الطرائق التي تسمح بتمرير الوسطة بيمشي عليهم بهذا التسلسل بنرجع للسلايد اللي قبله انتي لتميز لتميز بين اي وحدي عن اي وحدي في مجموعة من الاحرف بتساعدك لتحطها مع الارقام لتخليك يتميز بين نمطه للوسيط يعني اذا انت كتبت الف وخمسمية وبدك يا يفهمة لونك فيك تحط ال حرف كبير باخرته للرقم معظم العالم ممكن ما بتنتبع هذا الحديث عندك فلوت ودبل ودك هذا الرقم الفين وخمسمية يشوفوا فلوت مو دبل بتحط بف باخرته هاي بكرة بالبراكتس وقت المصير منحكي بعطيكم مسالة لي بس بحالتنا هون اذا حطيت له ال حرف كبير بيروح بيفهم انه انتي قصدك انتجر ولونك اذا حطيت ال هون بيفهم انه هاي تمام هاي بالنسبة لهاي النقطة حبيت وضحها بنشوفها فيما بعد بالبراكتس بتمنى اذا في اي سؤال او اي اختراح تشاركونا فيهم بالتعليقات بتمنى لكل يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جديدي ويعطيكم اشتركوا في القناة witches